من أهم النصايح تحسين الزاكرة والحفاظ عليها نحافظ على الزاكرة دي نعمة من عند ربنا خلاص؟ طيب نحافظ عليها ازاي؟ من أهم النصايح كتابة الموعيد والأحداث يعني الناس اللي بتكتب كده المعادل فلاني والأحداث الفلاني يعني الناس اللي بتكتب مذاكراتها دي ذاكراتها رهيبة تمام؟ من الحاجات اللي بتحافظ جداً على الزاكرة النوم المنتظم النوم المنتظم لأن عملية الفايلينج أو تقسيم الزكريات بقى في ملفات خاصة يعني ومترتبة مع بعض وحاجات كده ما بيحصلش غير أثناء النوم أنا نوم المنتظم الليلي مش حد يبقى لي بالنوم يقول لك أصلا بنام كويس قوي بس بنام بالنار وبصحة طول الليل لا النوم المنتظم الليلي من أقوى الحاجات اللي بتحافظ على الزاكرة إيه تاني يحافظ على الزاكرة؟ كل الألعاب الزهنية كل الألعاب اللي تستخدم فيها مخك من أول الشطرنج ما هو دي لعبة الكلمات المتقطعة دي من أكتر الحاجات بتحافظ على الزاكرة لغاية لعبة شهيرة جدا مش عارف الجيل الجديد عارفها ولا لا لعبة اسمها أوتوبيس كومبليه عارفها؟ اللي هو عارفينها؟ عارفينها أكيد يا خلاص؟ ولد بنت جماعة حيوان حاجات كده إن أنت بتستدعي بالزاكرة بشكل سريع كمان مش بتقعد بقى تاخد وقتك لا ده أنت مطلوب منك تفتكر مثلا حيوان بحرف الجيم وبلد بحرف الجيم واسم ولد بحرف الجيم واسم ولد بحرف الجيم فده عملية التدريب دي من أكتر الحاجات اللي بتحافظ على الزاكرة من الحاجات برضو اللي بتحافظ على الزاكرة جدا خفض التوتر ده بيحافظ على جودة الزاكرة يعني أنك تبقى فاكر بقى الشيء بتفاصيله تفاصيل التفاصيل من الحاجات برضو اللي بتحافظ على الزاكرة ممارسة النشاط البدني المعتدل المعتدل يعني المشي نشاط بدل الحركة جوه البيت تبقاش قاعد كده على طول وقاعد قدام اللابتوب قدام الكمبيوتر ومسك التليفون الحركة خلاص الحركة دي بتساعد على جودة الزاكرة والاحتفاظ بالزاكرة القوي من الحاجات برضو اللي بتحافظ على الزاكرة قوي المخالطة والعلاقات الاجتماعية يبقى العكس ايه بقى الوحدة تضعف الزاكرة الناس اللي هم على طول عايزين يعودوا لوحدهم يقول لك سيما ليش بقى ماليش في الناس وماليش مش عارف ايه وانا ما هقابلهم ليه ولا هتكلم معهم ليه الحكاية دي الوحدة تضعف الزاكرة جدا من الحاجات برضو اللي بتحافظ الزاكرة او بتحافظ على الزاكرة وجودتها ربط المعلومات ببعض اه مش دا الموضوع اللي كنا مش عارف ايه مش دا الشارع اللي مشينا فيه لما كنا راحين عند فلان او عيادة دكتور فلان او عند معمى تحاليل وروحنا بعد كده جبنا الحاجات دي من صيدلية مش عارف ايه وهاكا فهمين ربط الحاجات دي ببعض بيحافظ على الزاكرة او ربط الحاجات المعلومات بحاجات نعرفها او ربط المعلومات بصورة مرئية يعني مثلا ايه اللي هو ايه حد يقول ايه دولة ايطاليا في قارة اوروبا يقولك اه مش هي اللي هي على شكل الحزاء دي اللي هي على شكل البوت كده ايطاليا دي واخد شكل البوت ما انا فاكرها من الخريط انت هنا ربط حاجة بحاجة واكيد الحرص على تناول اغذية معينة بيفيد الزاكرة برضو زي ايه زي الخبز بكل انواعه يحافظ على الزاكرة التوت السمك بكل انواعه الموز الكرفس السبانخ الجزر الكرومب زيت الزتون زيت الدرة الزيت الحار البطاطا الليفت الجانسنج اللبن البيض الشاي لاخضر الزعتر القهوة التفاح لاخضر البرتقان واكيد اكيد شرب الميا طيب في المقابل بقى ايه العوامل اللي تضعي في الزاكرة الاضطرابات العاطفية بتضعي في الزاكرة التوتر بعض الأدوية نقص فيتامين بهتناشر انقطاع التنفس أثناء النوم كل ده يضعي في الزاكرة اجراء العمليات الكبرى لقدر الله في المخ امراض الاوعية الدموية الدماغية اهمال علاج الغدة الدرقية كل ده يضعي في الزاكرة اصابات الرأس وطبعا التدخين بكل أنواعه والمخدرات والكحوليات على فكرة حكاية زاكرة السمك دي ملهاش أساس علمي الناس تقولك انت عامل زي زاكرة السمك لا دي ملهاش أساس علمي السمك زاكرته مش ضعيفة لكن كل ما في الأمر ان اللي هو علاقة بالصيد يعني الصيادين أساسا هم اللي طلعوا الجملة دي عشان كده الشاعر الصديق ايمن بهجة امر كان قال مرة في تتري مسلسل اسمه عرف البحر بنرمي نفس الشبك وبرده السمك ما فهمش يعني ما فهمش ان هو بقى يبعد عن الشبك في اشارة الى ان الانسان مش بيتعلم من اخطائه وبيكررها احيانا انما علميا علميا بقى اضعف الكائنات من ناحية الزاكرة ها يعني اقصر زاكرة هي ذاكرة حيوان الفقمة اللي هو عامل زاكال بالبحر ده خلاص بينما اقوى الكائنات الحية في الزاكرة هم الحيتان والدلفين والغربان السودة الغراب الاسود والفيل والشمبانزي والحمار دول من اقوى الحيوان او الكائنات الحية في الزاكرة وانسانيا قيل ان فيه شخصيات معينة كان عندهم زاكرة استثنائية زاكرة فولازية زي الاسكندر الاكبر وموزرت الموسيقى الموسيقار الشهير وتشيرشيل السياسي البريطاني الشهير وبيل جيتس برضو اللي هو رجل التكنولوجيا الاشهر